مُرْتَقُونَ قِصَصٌ إِسْلَامِيَّةٌ وَتَارِيخِيَةٌ وَتَلْقَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَقَدْ أَكْرَمَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ قال مالك لبرجان وحب وحاب وكانت من أهم جوارية أخبراني ما الذي يبعث النساء على التغير بعد شدة الحب قالتا شدة الغيرة وفتور الكمرى قال فما الذي يجرئهن على الفساد قالتا غفلة الرجل وكثرة الأموال قال فما الذي يحملهن على الانخلاع قالتا سوء المعاشرة فمن طلب ما عند النساء بالغلظة لا يزداد منهن إلا بعدا وكره فكونوا بهن رحماء رفقاء فقد قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وجماع الغيلة هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وقال بعض أهل العلم هي أن ترضع المرأة وهي حامل ولا حرج في ذلك وجائز جماعها لما روته جذامة الأسادية بنت وهب أخت عكاشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال العلماء وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى فساد اللبن فيصبح داء فيفسد به جسم الصبي ويضعف لكن لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لا يضر الولد الرضيع شيئا فلو كان الجماع حال الرضاع مضرا لأضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رجلا قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك؟ فقال أشفق على ولدها أو على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فأكرموهن واحفظوهن فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم فالمرأة خلقت من ضلع والرجل يخرج من بطن امرأة فهي منك وأنت منها فالله عز وجل قد دلنا على الحلال والحرام حتى نبتعد عن هذا الحرام ونأتمر بهذا الحلال ولكن هناك أمرا معينا لعن الله عز وجل الزوج الذي فعله وهو إتيان المرأة في الدبر فإن حدث هذا الفعل الشنيع بين أجنبيين فهو زنا وإن كان مع الزوجة فإنه وإن لم يكن زنا فهو حرام شرعا ومن الذنوب المنكرة وملعون فاعله دل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فمن يأتي امرأته في دبرها قال الدار الإفتاء المصرية عن هذا إن إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج ولا يلزم منه طلاقها لكن يجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول أو أن يقلع من أراد ذلك ويجب على الزوجة عدم موافقة زوجها في هذا الفعل المحرم وعليها أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك ولا تمكنه من نفسها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكذلك يمتنع الزوج إذا طلبت الزوجة هذا الفعل الشنيع وإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما قال ابن باز رحمه الله إن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ولكن توجد حالة واحدة يجوز فيها وهو أن يجامع الزوج زوجته في القبل من جهة الدبر فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر قال فلم يرد عليه شيئا قال فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقال صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد ثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرثكم وهو موضع الولد أنا شئتم أي من أين شئتم من قبلها أو من دبرها وعن يمينها أو عن شمالها وإن من فعل الفعلة الخبيثة وجامع زوجته في الدبر فاعلم أن الشيطان سيكون معك يجامع زوجتك لأنه يجالس أماكن النجاسة والقاذرات ومن فعلها فقد سلط الشيطان على نفسه وأمكن عدوه منه فزين له سوء عمله وحسن له القبيح حتى يورطه فيه ويوقعه في حبائله ووساوسه فيستعذب ذلك كما تستعذب الجعلان النتن والخبث ولا يألف الطيب والعبير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فهذا الفعل الخبيث وهو جماع الزوجة في الدبر من مكائد الشيطان وسيطرته عليك ولكن هذا الفعل لا يحرم زوجتك عليك وليس فيه حد أو كفارة فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة واعلم أنه مهما عظم ذنب العبد وكثرت ذنوبه ثم تاب إلى الله توبة صادقة فإن الله عز وجل يقبل توبته قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا أردت عزيز المشاهد قصة معينة أتركها لنا في التعليقات وسنقوم بعملها قريبا إن شاء الله تعالى فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر